موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو جري هوند وجري هوند فيلم حربي متاح للمشاهدة عبر شبكة ابل تي في بلس في الاساس هو كان المفروض يعرض سينمائيا بشكل عادي ولكن موعب عرضه تأجل بسبب ازمة الكورونا فتدخلت شبكة ابل واشترت حقوق عرضه عشان يبقى متاح للمشاهدة بالنسبة لنا من البيت الفيلم من اخراج ارن شنايدر عن سيناريو وبطولة لطوم هانكس اللي بيقوم بدور كابتن السفينة المقاتلة جري هوند احداثنا بالدور في الحرب العالمية التانية بالتحديد سنة 1941 عن مهمة محددة لجري هوند وهي حماية ومصاحبة قافلة عملاقة منطلقة من امريكا في طريقها لانجلترا والاحداث بتاعتنا مركزة على التمانية واربعين ساعة اللي القافلة بتاعتنا بتفقد خلالها الحماية الجوية وبتصبح معرضة للهجمات وده اللي بيحصل فعلا انها بتتعرض لهجوم ضاري جدا من مجموعة من الغواصات الالمانية المتطورة جدا على مستوى التكنولوجيا وعلى مستوى التسليح واللي بتستهدف انها توقع اكبر قدر من الخسائر سواء على مستوى السفن بتاعة الشحن او السفن المقاتلة العسكرية وده طبعا اختبار عنيف جدا وصعب جدا على كابتن كراوس اللي بيقوم باول مهمة ليه باول مهمة قيادية ليه بهذه الطبيعة في الحرب العالمية التانية الفيلم بتاعنا فريد حتى وانا بحكي احداثه كده مش شبه اي حاجة تانية ممكن نكون اتفرجنا عليها قبل كده على المستوى الحربي او العسكري في الحرب العالمية التانية سواء حتى على مستوى الحرب العادية او الحرب البحرية والفيلم ما بيحاولش يضيع اي وقت في اي شيء في الدنيا غير الامور التكتيكية القتالية حتى المقدمات بتاعتنا بتطرح بشكل وثائقي شوية بنشوف نص على الشاشة بيحكي لنا كل حاجة محتاجين نعرفها لان الفيلم عاوز يستغل وقته كله في المواجهات وكل شيء مصاحب ليها على مستوى المنظور الفيلم بتاعنا فريد شوية برضو يعني مش كفاء ان هو فريد على مستوى الفكرة هو فريد كمان على مستوى المنظور لان الاحداث بتاعتنا كلها بنشوفها بعنين بطلنا اللي هو قائد اي حاجة في الدنيا بتحصل ما بنشوفهاش ما بنشوفش اللي حصل لها غير لما بتشوفها غير لما كابتن كراوس بيشوفها يمكن في بعض الاحيان بنشوف اثرها عليه هو شخصيا قبل ما بنشوفها بتحصل في الواقع ما بنخشش جوا اي سفينة اخرى السفن الاخرى او حتى الغواصات المهاجمة بنشوفها من برا لما بتشوفها لما الكابتن بتاعنا بيشوفها وكل الانعكسات الممكنة بنشوفها على وش بطلنا اللي هو طوم هانكس وهو رهان مضمون الحقيقة لان من المفهوم من طوم هانكس من افضل الممثلين على مر التاريخ ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي اي او خلونا نتكلم عنه بعدين خلينا برضو نركز اكتر في حتة المنظور المنظور واسلوب السرد واسلوب التنفيذ لان على مستوى اسلوب التنفيذ كمان الامور بتاعتنا معتمدة بشكل جامد اوي وكثيف جدا على المؤثرات البصرية طبعا ما بتكلمش على المؤثرات البصرية الخيالية بنتكلم عن المؤثرات البصرية للعمليات الحربية او العمليات العسكرية اللي احنا عارفينها مواجهات وانفجارات وصفن في مقابلة غواصات وغواصات بتضرب كل ما يمكنها من اسلحة والامور دي كلها سهلة اوي على اي مشاهد انه يلاحظ قد ايه الامور دي معتمدة او متنفذة بشكل كثيف جدا بالمؤثرات البصرية وده شيء مقبول لان تنفيذها مش سيء تنفيذها جيد وناجح وما فيهوش اي مشكلة هو بس ممكن نقول انه هو بيفتقد للتنوع شويتين لان شكل الانفجارات واحد شكل السلوك بتاع الاسلحة واحد شكل السفن من بعيد تقريبا واحد شكل الغواصات بالتوقتات بتاعت ظهورها والتوقتات بتاعت غطصها مرة اخرى واحد ما فيهوش تنويع كتير وبذلك الفيلم بيختار او بيقرر ان هو عنده مدرسة معينة في التنفيذ ان هو مركز اولا واخيرا على شخصية بطلنا هو دا اللي يهمنا هو دا اللي يهمنا اوي ان احنا نرأبه ولكن علشان نفهم اكتر القرارات اللي بياخدها والصعوبات اللي هو بيقابلها والازمة اللي هو موجود جواها ولحظات خوفه ولحظات ثقته واللحظات اللي محتاج فيها يصدر ثقة للحواليه والقرارات الصعبة اللي هو بيواجهها لازم نعرف ايه اللي بيحصل وده بيتنفذ في اضيق الحدود الممكنة على مستوى الانتاج وعلى مستوى القرارات الاخراجية لحد هنا احنا بنتكلم على قرارات وقرارات اغلبها ناجح ما فيهاش اي حاجة صعبة والمصلحة الاساسية العائدة على الفيلم من هذه الامور هو الفاعلية العامة في اسلوب التنفيذ واللي بتنعكس على فاعلية اقتصادية ملموسة جدا لان بمنتهى البساطة الفيلم ده متكلف خمسين مليون دولار واتبع لابل بسبعين مليون فالموضوع خلصان من قبل ما يبتدي ودي طبعا تكلفة منخفضة جدا بالنسبة للافلام الحربية او حتى لو حنحدد اكتر ونقول الافلام الحربية البحرية فيلم زي يو مسلا من انتاج سنة الفين ده اتكلف خمسة وستين مليون دولار على الجانب الاخر عندنا فيلم زي كي ناينتين ويدو ميكر اللي تعرض سنة الفين واتنين ده اتكلف في انتاجه تسعين مليون دولار وعمل في شباك التذاكر خمسة وستين مليون دولار ففيلم جري هوند حدد كويس اوي اقتصاديا هو عاوز يحقق ايه ولما نقل تركيزه اكتر على مستوى المنظور ممكن نقول انه هو برر القرارات دي ما بنيتش زي ما تكون حاجات قاصرة في التجربة اللي احنا بنتفرج عليها ولكن الامور ما هيش نجاح بنسبة مية في المية هو في الحقيقة فيه اوجه القصور واضحة جدا وهي متعلقة بتصدير تجربة الاثارة للمشاهد والمشاهد اللي انا بتكلم عنه ده هو انا ده انا المشاهد الوحيد اللي خدت رأيه في الموضوع ده حقيقي الاثارة منقوصة جدا جوا الفيلم رغم ان احنا بنتكلم عن مواجهات حربية زي ما بقول لا تتوقف وقرارات صعبة في كل لحظة وخسائر ولحظات انتصار ولحظات انكسار كتيرة داخل احداث الفيلم ولكن مقدرش اقول ان انا حسيت بالاثارة مقدرش اقول ان انا في مواجهة معينة كنت قاعد خايف انها تبدأ او مترقب جدا لنتجتها ممكن اكون في بعض الاحيان حسيت بالحماس مع بعض النتائج سواء حماس ايجابي او حماس سلبي ولكن الاثارة دايما يا جماعة مرتبطة بارتباطي مع الشخصيات والحقيقة احنا ما قدمناش شخصيات احنا تقريبا في الفيلم ما عندناش شخصيات احنا عندنا شخصية واحدة بس اللي هو كابتن كراوس اللي هو بطل الفيلم اللي هو توم هانكس والحقيقة انا ماقدرش انقص اطلاقا من مساهمته في نجاح الفيلم بشكل عام سهل قوي او ممكن يكون تصريح في محله ان انا اقول ان الفيلم ده كله فيلم توم هانكس اولا واخيرا لان اللي بينقله في الفيلم ده او مهم مهمة دوره بروفايل دوره في الفيلم ده هي المهمة القيادية الواقعية احنا بنتكلم عن قائد في مهمته الاولى عنده قدر كبير اوي من مشاعر الالأ والخوف والتوتر عاوز يعكس قيادة ايجابية بيتحطى امام اختيارات صعبة جدا ولازم يقررها في لحظة اه سريعة جدا لازم يكون عنده دراية كبيرة جدا بالنواحي البحرية والنواحي الحربية وده بيعناعكس في مشاهد كتير اوي ممكن يكون المشاهد هو قاعد نفهمش منها اي حاجة وده مطلوب المهم ان احنا وثقين في ان بطلنا فاهم في ان القائد بتاعنا في الفيلم ده هو اللي فاهم كل ده مع حاجات تانية كتير اوي منها مثلا انه في خلفيته انه هو جاي بقلب مكسور بقلبه محطم فالراجل عنده قدر مرعب من الصعوبات على المستوى العاطفي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى البدني وعلى مستويات كتيرة جدا وكل ده بيتنقلنا بشكل محكوم شويتين ما فيهوش انفعلات هستيرية ما فيهوش انكسارات فيها دموع ما فيهوش انتصارات فيها فرحة وتهليل وامور زي دي وده بينقل طريقة التكسيد لاكثر شكل واقعي ممكن نصدقه انا سهل علي جدا وانا بتفرج ان انا اسدق ان القيادة في الامور الحربية اللي زي دي هي دي طريقة اللي بتحصل بيها هي دي طريقة الاقرب للواقع وبطريقة تكسيده دي بياخد الاحداث بتاعتنا كلها لمستوى قريب جدا من الواقع ده اسهل علي كمان اني اسدق ان المعارك ان المعارك الحربية البحرية كان فعلا بتقوم بالشكل ده مفيش وقت لحد ان هو يجيله صدنا مفيش وقت لحد ان هو يخاف انت ممكن تتقتل من قبل ما تدرك هو ايه اللي حصل اساسا وكمان اللي بيقرب الدنيا اكتر واكتر هي بعض القرارات الاخراجية على مستوى التفاصيل حقيقي جميلة جدا فكرة الاكل فكرة ان فيه واحد مسؤول عن انه ينقل الرسائل داخل القافلة الواحدة في لحظة من اللحظات عطس حاجة حاجة على مستوى التفاصيل ما اعتقدش ان فيه حد افكر فيها قبل كده كل الامور دي سواء على المستوى الكبير الخاص بالتكسيد او باسلوب التنفيذ او على المستوى الاديأ شوية في قرارات التفاصيل بتقرب الدنيا اكتر من الواقع ولكن الواقع يا جماعة مش دايما بيبقى جذاب سينمائيا الفيلم زي ما بنقول مفتقد بشكل كبير جدا لاي لحظة بتخلع عند المشاهد اطارة فيه افلام حربية كتير جدا انا معترف من اللحظة دي انها اقل من جري هوند ولكن في تجربة المشاهدة كانت بتدعو للتواصل اكتر كانت بتدعو للتعاطف مع الشخصيات او الغضب من بعض الشخصيات احنا هنا فيه اغلب الشخصيات اللي احنا فعلا بنبني علاقة سطحية جدا معها ما بنشوفهاش بنسمع صوتها بس على الراديو والكلام ده كله والنقطة التانية هي استواء الاقاع بتاع الفيلم من بدايته لنهايته ما عندناش تصاعد ما عندناش ضروة او ضروة زي ما بيقولوا ما عندناش اللحظة الكبرى بتاعت الفيلم اللحظة المستوى اهتمامنا بيتغير فيها الفيلم خلص فجأة في حدود ادراكي يا جماعة وانا بتفرج انا في لحظة كده بتديت احس هو معقول خلص على كده ومش بس خلص فجأة ده خلص وصاب بعض الاسئلة اللي مش متجوبة مش عايز اتكلم فيها علشان الحرق ممكن ابقى نتكلم فيها على البث بتاعنا على نيمو بس دي عيوب كبيرة ممكن تكون تكلفة في بعض الاحيان مباشرة ومفهومة لأسلوب الانتاج واسلوب الاخراج وفي احيان تانية لا فكرة تانية احنا نسيب اسئلة مش متجوبة ده مش قرار اخراجي فكرة ان الاقاع بتاعنا يكون مستوي قوي بهذا الشكل ما بيتغيرش ما بيطلعش ما بينزلش غريبة شوية فكرة ان لحظات الاثارة قليلة جدا والاغلب هي لحظات حماس قليلة جدا مليان انجازات ومليان اخفاقات عايز اضيف على الانجازات اللي انا قلتها دا على مستوى الامور الاجابية في الفيلم انجاز كبير جدا خاص بان اسلوب التنفيذ الاقتصادي قوي لانتكلمت عنه ده في الحقيقة كان واضح يعني هو قدم واجهات عسكرية معقدة جدا معجهات عسكرية بحرية معقدة جدا ولكنها كانت مفهومة بالكامل ما فيش حاجة ما فيمتهاش وزي ما بنقول في بعض اللحظات اثارت الحماس ولكنها افتقدت الاثارة حفظة لكرر الموضوع دا للابد ولكن العيوب بتاعت الفيلم كبيرة ومؤثرة بشكل مباشر على تجربة المشاهدة وعلى استمتاع المشاهد اللي هو انا بالاحداث اللي كان بيتفرج عليها بشكل عام تقييم الفيلم هو سبعة من عشرة وفي النهاية لو تحط الكلام ده كله في على بعضها وتقول لي رأيك ايه اقولك انا متشكر لان الفيلم ده لو كان انتاجه اعقد من كده لو كان ملحمة حقيقية ملحمة عسكرية بحرية حقيقية في الاغلى ما كناش هنتفرج عليه دلوقتي كنا هنستنى لغاية لما مشكلة الكورونا تتحل عشان يتعرض السنمائيا عشان يحقق نجاح والامور دي كلها ففي الاخر يعني انا مرضي الفيلم في النهاية متميز جدا على المستوى الواقعي في نقل الاحداث وده السؤال اللي عاوز اسأله لحضراتكم ايه هو اكتر فيلم حربي حسيته فيه بنقطة الواقعية في احداثه وانتوا بتتفرجوا عليه ياريت تساهموا برأيكم في الف شكرا لحضراتكم على المساهدة ياريت تعملوا شيروا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي اشتركوا في القناة